اعزائي المشاهدين في كل مكان سلام الله عليكم ورحمته وبركاته اهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج حصاب التربية اللي في الحلقات الماضية بدأنا يوضح المنهج اللي احنا بنقوم بيه وبنقر على القلوب والعقول وبحاول استفز الاباء والامهات وحاول استثير فيكم الافكار ونفكر هو العيل دي وصلت لكده ازاي بقوا كده ازاي بقوا عاملين كده ازاي طب ازاي هم بدايتهم كده وانهيتهم كده ده مهم جدا عادة اللي بيريحنا دايما ان احنا بنرمي التهم لكن لما تقول لابنك انت غلطان بتكتشف ان ثلاث صوابع منهم بيتجهوا ليك انت كأب وكأم عارف انك تعبانين وطلعان عينيكم وعارف ايه معنى انه اب بيشتغل شغلانة واثنين وثلاثة وايه معنى لقمة الايش وعارف كويس قوي ان الواحد ممكن يقبل عمل اقل من امكانياته لمجرد ان يوفر الحاجة البيت وعارف ان الحياة مش نزهة وعارف ان فيه مشاكل من الصبح لحد بالليل وعارف ان البقاء المفتوحة في البيت دي عاوزة تاكل وتشرب وتلبس وتعمل وان محتاج كمان ان انا اكون هادي ودي زوجتي حقها ودي اللي ولاد حقهم وكل واحد بيقوم دوره والام مطحونة مطحونة فعلا الامهات فعلا يعني عيل او اتنين او تلاتة ولو اولاد حركيين تبقى مشكلة ربنا عينها يعني صدارة والمفروض على الزوجة ان بعد يوم طويل تبقى متزوقة لجزهة ومبتسمة عشان تقدر تلاقيه والو بيتقال دايما للاولاد انتو ما تعرفوش قد ايه احنا تعبانين عشانكم وقد ايه احنا بيطلع عينينا والقب مش هيحكي قصة كفاحه لابنه عشان يقوله انا تزليت لصاحب الشغل عشان اخد السلفة انا تزليت عشان اطلب جزء من المرتب انا تزليت عشان اقبل شغل اقل مني انا تزليت اللي اصغر مني اعلى مني مش هيقوله هيحط همه في نفسه ويمشي بس حل الموضوع ده معروف هو كل السعي ده كله والجهد اللي احنا عاملينه ده رايح على فين رايح على سكة ربنا ورايح على ان ولادنا يمشوا في سكة ربنا فلو عتعمل مجهود وتجهز لمجرد انك ترعى ابدان فدي مش تربية وجهدك لازم يزيد عشان تقدر توصل وتحس بالسعادة وهو مش ممكن الواحد يشتغل عشرين تلاتين سنة مطحون وطلعان على المعاش خلصان امراض ومجهد ومرخق وكذا وكمان بعد كل المجهود ده ألاقي عيالي مش نجحين ألاقي هموم وصل للبيت ألاقيني بحلم مش هكلهم ألاقيني بكل مصيبة بتيجي من العيال قد كده وانا بشيلها ده ايه الضنك ده قامه وقاله ان الحياة تعب ونصب هاها الحياة تعب ونصب بس ربنا قال كل من حرم زينة الله التي أخرج العبادة والطيبات من الرزق يعني المفروض لواحد يبقش على نفسه يعيش ليومين الواحد بيطلع على المعاش من الشغل على الستين والأب والأم بيفضلوا أب وأم لحد ما يموتوا ويخشوا القبر انت عاوز حياتك كده انت عاوز تبص للمستقبل كده انت عاوز تتحصري على كده انت عاوز تشوف الوضع ده كده عجبك قلة الراحة دي عجبك مشاكل ابنك ومشاكل بنتك عجبك المصايب اللي بيجيبها ابنك والمصايب اللي بتجيبها بنتك عجبك عجبك ان بنتك مش قادرة تقرر تتجوز ولا ما تتجوزه وكل لما يجي لها واحد تتطفشه عجبك الوضع ده اللعبي ده اللي مش عاوز يتلمي ببيت وكل شوية مع واحدة وكل شوية مضايع فلوسه على الهلس والكلام الفارغ والله كان زمان العيال دي كانت كويسة ما عرفش حصل لها ايه يلا اصدقاء السوق وبنقول الكلام ده نصبر نفسنا ان احنا في ابتلاء بس خد بالك ده ابتلاء من صنع ايدك مش من عند الخالق يعني انت بتطلع عينك بالارشين اللي انت تعبت عشانهم والسنوات اللي طلع عينك بيهم سياتك بدل ما تستمتع باللي عملته واقمته وبنيته اتهد فقراسك بعد كل المجهود ده احساس غريب مع كل المجهود ده اوصل لك ده يبقى حصاد حياتي كده والتالي لازم تقيد التفكير من جديد ليه عشان ما تبقاش الدنيا مع كوكا العكة دي والصغير منكم ايا ما كان عمره على فكرة يبقى لازم يفكر انا ماشي صح ولا ماشي غلط العيال دي بعد عشرين سنة بسلقهم ده بسلقهم ده باسلوبهم ده هيوصلوا لإيه؟ تفسير السلوك ده اللي بيعملوا دلوقتي ممكن في المستقبل يبقى إيه؟ ده مهم احنا لا نملك في حياتنا غير عيال حتى القرش نفسه اللي سيادتك بتملكه مش ملكك ده ملك المحيطين من نجار لسباك لبقال كذا لعيالك لكل الناس انت لا تملك شيء هتملك الصدقة اللي بتأديها دي الحاجة الوحيدة اللي بتفضل عنده ربنا سبحانه وتعالى وتنمى وبالتالي افضل الصدقات ابن صالح يدعو له والصالح ده عن جيبه نيه؟ ده العيال بيدفن أبوهم ويدخنوا على المراس انا معرفش ايه وانا ايه وانا ايه وانا ايه وانا ايه وبعد يومين تلاتة شهرين تلاتة سنتين تلاتة الناس تبص للوات ده سبحان الله ابو كان رجل طيب جد الوات تطلع لمن سبحان الله وهكذا يبقى الدراما اللي انا بحكيها دلوقتي دي قصدي منها انك تتلكم وعقدها في وشك وخليها عقدة بشنيطة وسيادتك تقوم تقفل التلفزيون بس قبل ما تقفل التلفزيون عيلك اللي معاك ما تعملش فيه زي ما حصل في الامثلة اللي انا قلتها خلي عندك مرجعية وافهم افهم سلوكك من الصغر ممكن يؤدي الى ايه في الكبر من اكتر من اكتر الامثلة اللي هي بتهزني انا شخصيا ان ابني او بنتي يطلعوا مش شايفيننا في عينيهم قبار ما بيبصوش لينا بنظر التقدير ده ابي ودي امي غالبا مع ظروف الحياة اعتماد ام احمد اعتماد اللي هي ام احمد وبا احمد بتواجههم بعض المشاكل ممكن يكونوا مختلفين في البيئة اللي طلعوا منها فكل واحد لي صفاته ممكن مختلفين في طريقة حل الامور ممكن مختلفين في ايه الاولويات بينهم وبين بعض ممكن مش طيقين بعض ممكن يعني يومي سود يوم ما شفتك ويومي سود يوم ما شفتك وتوصل لكده هم كمليين وطبعا طالما الجو طيب وانت عارف ان انا بحب الجوافة انا بحب التفاح انت دايما كده انت بتعمل كل حاجة بمزاجك وامرك ما جبتلي اي حاجة على مزاجك حتى الفاك احمد في الوسط على فكرة قاعد بيبص الماما كده وبيبص البابا كده بابا لازم يرد يقول لها ايه ممكن يقول لها يعتمد ممكن يقول لها يا محمد ممكن يقول لها يا ولية ممكن يقول لها اي حاجة يا شيخة انت مش مقدرة المجهود اللي انا بعمله ايه هو انا لبدل ما تشكري اشكرك على ايه معه تفضل في التلاجة لحد مبوض انا مش اكل منه يقول لها ابو احمد ان شاء الله عنك مكالتي انا هيكل واحمد افندي بصص لبابا كده وبابا بصص لماما كده التلفزيون بتاعهم اصلوا بايز فحاجة كويسة بيسلي وقته فيتفرج على ديوك شوية ابو احمد دخل للقوضة فين الاميس الفلاني عاوز انزل في الغسالة يا ستة الله يهديك انا مش ايلك من يومين انا عاوز البس الاميس الابيض عشان عالبس البدل عشان عندي مناسبة هو انا مخي دفتر وتبتدي شحنة وما فيش مانع من ان تبتدي ام احمد تجود وباحمد يجود فالاكل اللذيذ وباحمد بقى مع هو ما للاكل ماسخ كده النهاردة تبش حط في ملح لا حط في ملح وهي عارفة انه بيغزها فتيجي تاني يوم تحط ملح بالزيادة عشان وتبتدي الحياة بالكوميديا دي ويبتدي كل واحد يشد مع التاني وكل لما بيشد كل لما بتنقص نظرة الولد ليهم ايه شوية العيال اللي انا عايش معاهم دور ايه شوية الناس اللي دماغتهم خفيفة ما تكبروا لدرجة المطفلة عندها خمس سنين كان باباها بيتخانق امها بتتخانق وشدين مع بعض البيت سرخت سرخت في لحظة بصوت غير عادي وقالت يا ماما انت كويسة يا بابا انت كويس ايه الحاجات دي بتاعت الصغيرين تكايل تأثير بقى ان اللي ولاد يكبروا وشايفيننا صغيرين ده اللي هنتكلم فيه في الحلقة الجاية ان شاء الله وتأثيره على نفسية اولادنا اترككم في رعاية الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته